تحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني للاستفادة من خبراتها وتحويل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى تجمعات ريفية مستدامة وفي ضوء هذا الحرص أكدت وزيرة التخطيط أن قرية فارس بوسوان أول قرية مستدامة وخضرع في مصر سيتم تقديمها كنموذج في قمة الأمم وكذا مؤسسات إيكونسولت المتحدة للمناخ شهدت الفترة الأخيرة تعاونا مكثفا بين الجهات المعنية لرصد المؤشرات التنموية الحالية بالقرية والمعايير المستهدف تنفيذها لتكون نموذجا للقرية الخضرع حيث تم البدء في إجراءات حصول قرية فارس على شهادة ترشيد للمجتمع الأخضر من الجمعية المصرية للأبنية الخضرع